بص يا سيدي في الاول كده صلى على النبي وانزل اعمل لك للحلقة وتعالى اسمع مني حلقاتنا النهاردة عن امير المسلمين او يعقوب يوسف ابن تشفين ابن تشفين قائد قدر يوحد الاندلس والمغرب تحت حكمه وتولى حكم دولة المرابطين بعد ما تنزل عنها ابن عمه ابن عمه اللي كان ابو بكر ابن عمر اللامتوني ابن تشفين حكم من بجاية في الشرق لحد المحيط الاطلسي وامن الاندلس في الشمال لحد السودان في الجنوب يندمي شيخنا لقبيلة لمتونة القبيلة اللي كان ليها الفضل فيه نشر المذهب الملكي في المغرب الاسلامي ابن تشفين بنى مدينة مراكش سنة 1062 ميلادية وخلاها عاصمة لدولته سنة 1056 ابن تشفين ما كانش امير في جيش دولة المرابطين لكنه كان قائد عسكري تحت امارة ابن عمه ما كانش ليه اي سلطة هو كان بينفز الاوامر اللي تنطلب منه والمرحلة دي كانت مرحلة غنية بالتجارب في حياة ابن تشفين المرحلة اللي اهلته للمراحل اللي بعد كده عارف ازاي يمارس السلطة وكمان يتعرف على الاسرار بتاعتها وده من غير ما يكون في اي موضع مسئولية علشان يبقى مهيق لاستلام الامارة بعد كده يظهر نجم ابن تشفين في معركة الوحاة سنة 1056 ميلادية ابن تشفين كان قائد لمقدمة الجيش المهاجم وقدر المرابطين يفتحوا مدينة سجلة ماسا ويعينوا ابو بكر والي عليها فقدر يوسف ابن تشفين انه ننظمها بمهارته الادارية وبعد كده فتح بلاد جزولة وماسا وسودس والسودس كان فيها طائفة من الشيعة فابن تشفين خلص عليهم كلهم واللي فضل عايش منهم حولوا للمذهب السني في الوقت ده كان فيه مدينة اغمات المسيحية المدينة دي كانت مركز حضاري وكانت مقر ليهود البربر يوسف ابن تشفين خد امر بفتح مدينة اغمات المسيحية وقدر انه يدخلها سنة 1057 ميلادية وابض على اميرها وقتله وبعد كده كمل طريق فتحاته لبرغواطة ودي كانت امارة يهودية سنة 1059 تقوم معركة ويموت فيها امير المرابطين ابن ياسين ويدخل ابو بكر ابن عمر بجيش في الصحراء ويسيب وراه يوسف ابن تشفين نائب عنه وهنا تظهر مهارات يوسف العسكرية والادارية وقدروا انه ينظم الحركة الدعوية بتاع دولة المرابطين وبدأ انه يوحد الدولة المرابطية ويوقفها على رجليها يرجع ابو بكر ابن عمر من رحلته ويجمع حوالي شيوخ المرابطين وكبار الدولة وقصادهم يتخلى عن الامارة ليوسف ابن تشفين وفاتح ورد تاني ابن تشفين يسيطر على المغرب كلها في الفترة دي الاندلس كانت في مراحلة ضعف بتاعتها الفترة اللي تسمت بفترة ملوك الطواقف ودي كان بدايتها مع سقوط الدولة الاموية في الاندلس الاندلس اتقسمت 12 دويلة او مملكة كل مملكة من دول كانت غنية جدا لكن التفرقة ما بينهم خلتهم صيد سهل للمملكة المسيحية في الوقت ده اي جبلية كانت تحت حكم واحد اسمه ابن عباد والمعتمد ابن عباد ده كان عنده 30 سنة ابن عباد في بداية حكمه اتحالف مع الفنسو السادس زي ما عمل ابوه قبل كده والفنسو السادس كان ملك كشتالة ابن عباد كان بيدفع لالفنسو الجزية مقابل الحماية ودي كانت سياسة ملوك الطواقف وقتها كلهم كانوا ضد بعض بس كانوا متحالفين مع نفس العدو وهنا تقعد طليطلة في ايد الفنسو السادس وقوع المدينة في ايد الفنسو السادس هز الاندلس كلها الفنسو شاف الحكاية كده وشاف ان كل ملك بيقول نفسي نفسي فبدأ يزود في مطالبه المالية وكمان تعمد انه يهيني المعتمد ابن عباد وبعاتل رسالة يقول له سلمني المدينة وقال لها قسرها على دماغك وكمان بعد قواته يسرق الكرة الصغيرة على طول ملوك الطواقف يجروا على الدولة المرابطية بس كانوا خايفين ان دولة المرابطين تسيطر على ملكهم لكن المعتمد ابن عباد هو اللي تصدر في الصورة وقال الكلمة اللي خلتهم ياخدوا قرار التحالف مع يوسف ابن تشفين قال ان راعي القبل افضل من راعي الخنزير ابن تشفين يستجيب لملوك الطواقف وتدأ جيوش المرابطين تعدي من المغرب للاندلس يوصل ابن تشفين بجيوش الارض الاندلس يوم 30 يونيو سنة 1086 ابن تشفين جاب جمال معاه لاغراض عسكرية اهل الاندلس ما كانوش شافوا الجمال قبل كده والخيول الاندلسية لما كانت بتشوف الجمال كانت بتخاف منها ابن عباد واملوك الطواقف تحركوا بجيوشهم علشان يقابلوا جيوش الدولة المرابطية الاخبار توصل الفونسو فعلى طول يرفع الحصار عن المدر المسلمة وبعت الرسل بتوعه للمملك المسيحية يستنجد بيهم وفعلا جالوا المدد من كل الدول الاوروبية المعروف فوقتها ان الجيوش كانت بتحدد وقت ومكان المعركة علشان كده ابن تشفين والفونسو اختاروا يوم لاثنين بس الفونسو معروف عنه انه ما كانش ليه كلمة وكان بيعتمد على مبدأ الحرب خدعة الفونسو قرر انه يبدأ الحرب من طرفه وكان القرار ده قبل ما عادل متفق عليه بيوم واحد يتقابل الجيشين في منطقة الزلاقة جيش المسلمين كان 30 الف جندي والجيش المسيحي كان 60 الف جندي الفونسو قدر ان هو يفاجئ جيش ابن عباد في الاول وده قدر يربط جيش المسلمين لكنهم قدروا يسبتوا رجلهم في ارض المعركة بعد كده المعتمد ابن عباد وجيشه وداود ابن عائشة وجيشه وداود ابن عائشة كان من قدر المرابطين والجيشين دول كانوا 10 تلاف جندي الفونسو حاس انه انتصر في المعركة خصوصا انه شايف عدد من امراء الاندلسيين بيهربوا وجيش المسلمين اللي موجود في الارض مش قادرين على المقاومة لكن الفونسو كان فيه حاجة رايحة عنه هو لسه ما شافش جيش المرابطين لحد دلوقتي الجيش اللي كان مستنيه ورا تل عليها ودي كانت مفاجأة كبيرة الوقت كان حساس قوي في المعركة ابن تشفيني حرق كتيبت القائد ابو بكر لما دخلت الكتيبة خففت الضغط شوية عن الجيش المسلم الفونسو امر قواته انه هم يزودوا الضغط على المسلمين وادروا فعلا انه هم يختاركوا المعسكر بتاعهم على طول ابن تشفيني يكرر انه هو يدخل المعركة بنفسه ابن تشفيني لف من ورا جيش الفونسو وكان راكب الجمال اللي كان جيبها معاه وده كان عامل مفاجأة للخيالة بتوع الفونسو واللي شاف ارتباك الخيول وهزمته قصاد عينه جنود المرابطين قدروا ان هم يوصلوا لالفونسو واحد منهم ضربوا في رجله خلاه يعرب طول حياته وقابل غروب الشمس يهرب الفونسو والباقي من جيشه ويقال انه تبقى مع ستمية عسكري ابن تشفين في المعركة دي استخدم خطط سيدنا خالد بن الوليد العسكرية انتصر المسلمين في المعركة دي انتصار قوي سبت رجليهم في الاندلس تنتهي المعركة ويرجع ابن تشفين المغرب بسرعة في مراكش يموت ابن ابو بكر واللي كان مكلف بقدارة الدولة من بعده ابن تشفين سب في الاندلس 3000 جندي ودول علشان يدعموا ابن عبات في اشبيلية والدنيا بقت امان في الاندلس وما بقاش فيه اي مشكلة ورجع ملوك الطواقف يتخنق مع بعض مرة تانية ورجعت كشتالة تضرب وتجري في اراضي المسلمين الفونسو السادس عارف ان يوسف ابن تشفين رجع بلده فطلب مدد تاني من المملك الاوروبية واصلوا من ايطاليا لوحدها 400 سفينة الفونسو حاصر بيهم بالانسيا والسواحل الاندلسية وضرب المعتمد ابن عبات في اشبيلية واجه على حصن ليت وحط فيه 13000 جندي علشان بيهم يقدر يسرق وينهب المناطق القريبة ابن تشفين ياخد جيشه ويرجع الاندلس مرة تانية ويوصل الجزيرة الخضرة سنة 1088 ميلادية وبعت لملوك التواقف ان هما يستعدوا للجهاد مرة تانية وتوصل الجيوش للمنطقة وتحاصر حصن ليت الكشتيلي بس حصن ليت كانوا عاملين حسابهم كويس قوي الحصار استمر لمدة اربع شهور الامدادات كانت صعبة فانسحبت الجيوش الاسلامية الفونسو عارف بامر الانسحبت عجيش الاسلامي فطلع على الحصن وفضمن الجنود اللي فيه وحرقه وبكده يتخلص المسلمين من حصن ليت ودوشته ويرجع ابن تشفين للمغرب وهو ساب وراه 4000 جندي سنة 1090 يرجع ابن تشفين للاندلس للمرة التالتة بس المرة دي محدش طلب منه ان يروح الاندلس اول ما دخل الاندلس طلع على طلاي طلع وحصرها بس المدينة صمدت قصاده طبعا ابن تشفين في المرة دي كان لوحده ابن تشفين طلع على غرناطة ودي كان فيها الامير عبدالله ابن بلقين عبدالله حصن مدينته علشان يمنعها من جيوش الدولة المرابطية بس غرناطة تقع في يد ابن تشفين بعد شهرين وابن بلقين يسلم نفسه ويطلع على مراكش يعيش فيها ابن تشفين خلع بني باديس وملك غرناطة وملجة المعتمد ابن عباد صاحبنا الاولاني خف على ملكه فابن تشفين بعط له رسالة مع واحد من رجالته وطلب منه تسليم المدينة والخضوع لحكم دولة المرابطين ابن عباد قال ما فيش فايدة وبعت لألفونسو يقول له الحقني ألفونسو بعط له جيش كوامه وستين الف عسكري ويتقابل الجيش المسلم مع جيش ألفونسو وانتصر عليهم ويتقبض على ابن عباد واهله ويبعثهم ابن تشفين لمراكش ابن تشفين امره انه يتسجن لحد موته وبكده قدر المرابطين انه هما يسيطروا على الاندلس كلها ومع السيطرة دي تنتهي فترة حكم ملوك الطواقف تهدى الاوضاع بعد كده لحد يوم 4 يوليو سنة 1106 اليوم اللي يموت في ابن تشفين وهو عنده 100 سنة يموت بعد ما اجل سقوط الاندلس لمدة 400 سنة والحد هنا خلصت حلقتنا لو اعجبتك الحلقة ما تنسى اشترك مشير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد كان معاكم احمد عوض واستنوني الحلقة الجاية سلام